الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة أجلت إلى يوم 22 سبتمبر المقبل النظر في ملف قضية كمال شيخي المدعو البوشي رفقة 12 متهما من بينهم محافظين عقاريين في قضية تتعلق بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية الخاصة بشركة كمال شيخي ولو قد استأنفت هيئة الدفاع والنيابة الحكم الصادر ضدهم لمحكمة سيد محمد والذي قضى بإدانة المتهم الرئيسي في القضية المدعو البوشي بعشر سنوات حبس النافذة